قتل وجرح العشرات صباح اليوم حين هاجم خمسة تحاريين مركزا لشرطة شرقية فغانستان الهجوم الذي أعلن تنظيم طالبان مسؤولياته عنه وقع حين فجر تحاري سيارة مفاخخة عند بوابة مركزا لشرطة في مدينة غارديز أعقبها هجوم نفذه أربعة مسلحين ما أصفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم شرطيان فضلا عن سقوط ثلاثين مصابا في حصيلة أولية